عمرك سألت محل النظارات إيه الفرق ما بين أنواع العدسات اللصقة الشفافة وخصوصا اللينة؟ كل العدسات اللصقة اللينة اللي موجودة في العالم هم نوعين النوع الأول هو الهايدورجيل والنوع الثاني السيليكون هيدورجيل خلينا نتعرف على الهايدورجيل الهايدورجيل مادة بلاستيكية تشبه الهلام محبة للماء تم اختراعه سنة 1959 نفسية الأكسوجين في الهايدورجيل بيعتمد على كمية الماء كل ما تزيد كمية الماء في الهايدورجيل كل ما بتزيد نفذية الأكسوجين إلى العين من سلبيات الهايدورجيل إن الماء بتتبخر تدريجي فيه بعد ساعات من لبس العدسات أو في درجة الحرارة العالية فبتقل نفذية الأكسوجين في العدسة فبالتالي بحس بيه جفاف وحكة في العين من العدسات فهتكون العدسة على نهاية اليوم مش مريحة في اللبس ودي من سلبيات الهايدورجيل الميزة الوحيدة اللي فيه إنه مريح جدا في بداية اللبس خصوصاً للناس اللي عندهم حساسية النوع الثاني هو السيليكون هيدورجيل والسيليكون هيدورجيل ده بيجمع ما بين الهيدورجيل والسيليكون ودي خامة تم ترحاها في الأسواق سنة 2002 الفائدة من إضافة السيليكون إلا الهيدورجيل إن السيليكون مادة أكثر مسامية فما بتحتاجش مية عشان نفاذية الأكسجين وده عكس الهيدورجيل والميزة اللي فيها أنها بتسمح بنافاذية الأكسجين أكتر 5 أضعاف من الهيدورجيل كرانية العين زي أي عضو من أعضاء الجسم تتنفس على الأكسوجين هذه ميزة مهمة جدا جدا في العدسات السيليكون هيدورجيل والسيليكون هيدورجيل بتكون أفضل للاستخدام على المدى الطويل ونصح الناس قبل ما تستخدم العدسات اللصقة أنها تستشير طبيب العيون وممكن قبل استخدام الهيدورجيل أو السيليكون هيدورجيل حضرتك تجرب الاتنين وتشوف عينك مرتاحة في أي نوع